للتعليق معنا الأستاذ محمد بوراس أستاذ التاريخ المعاصر مختص في التاريخ العسكري أستاذ مرحبا بك لا يزال الاستقبال الشعبي والرصبي المهيب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكهون الذي زار المغرب هذا الأسبوع بدعوة من الملك محمد السادس لا يزال تردد صداه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وما جذب الانتباه فرقت خيالة الحارس الملكي التي قامت بخفر موكب الملك وضيفه الكبير من أمام باب الصفراء إلى ساحة المشور للقصر الملكي هي بالأكيد مشاهد تعكس أصالة وعراقة المملكة المغربية لكن ماذا يعني هذا في البروتوكول الملكي المغربي؟ شكرا سيدتي أولا هي فرصة لإبراز الأهمية التاريخية لهذا الاحتفاء يعنيه في الواقع هو احتفاء يرتبط بحضور الحارس الملكي في منظومة الدولة المغربية بكينونتها التاريخية حيث تتطور في شكله وبنياته ولباسه وسلاحه ومطياته عبر مصر التاريخ لهذا فالجانب التاريخي مهم والعمق الدلالي أيضا له أهمية قصوى على اعتبار أن الحارس الملكي يتواجد ضمن بنية كما قلت متكاملة للدولة المغربية منذ عهود قديمة وحاضر بقوة على مستوى مجموعة من المظاهر الاختفالية ومجموعة من المظاهر الرسمية على مستوى مراسم البيعة أولا ثم على مستوى مراسم خرجات السلطانية مثلا إلى الصلاة صلاة الجمعة صلاة الأعياد بل بالإضافة إلى ذلك له بعد تاريخي عميق في هذا الجانب وبالتالي الدلالة القوية لهذا الحضور وهذا المراسم تحمل بنية متكاملة للدولة المغربية فالدولة المغربية تنتمي إلى الدول الألفية بمعنى عندها امتداد تاريخي وهذا امتداد بمكوناته بعناصر يوم بين هذه العناصر أيضا بالطبع الحال هناك الوجود القوي للحارس الملكي في بنية متكاملة يجب أن نعرف سيدتي أن الاحتفال على هذه الشكلة أو بالمشاعر قد ابتدأت قريبا منذ العام 1947 يعني زيارة سلطان سيد محمد بن يوسف إلى طنجة وبعدها بدأ الاحتفال بعيد العرش وهناك عرف المغربة هذا النموذج لهذا التمثيل الخاص أو التمثيل البنية والمتكامل للحارس الملكي في بنية الدولة هو يمثل الهيبة الدولة يمثل منظومة متكاملة للتنظيم والرونق والرونق المشهد أيضا له خاصيته في هذا البنية وبالفعل كثيرون كانوا تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ تاريخ خيالات الحارس الملكي وأنت مشكورا ذكرت جزءا من هذا التاريخ إذا أردنا أن نركز على الدور الذي لعبه المغفور له الملك الحسن الثاني في إرساء المعالم التقوصية الخالصة بهذا الجهاز خصوصا وأنه كما ذكرت بروتوكولات الاستقبال الملكي خاصة في حضور قادة الدول الكبار تجسد الإرث التاريخي للمملكة المغربية صحيح سيدتي لأنه في عدد المغفور الحسن الثاني رحمه الله طيب الله ترى تم إقرار هذه المنظومة متكاملة لبنية الحارس الملكي على عدة مستويات المستوى الأول هناك ما يعرف بالطواف بالمشاعر وهالطواف بالمشاعر يرتبط هو الملحمة مشاركة يفتخر بها الحرس الملكي بكونه ينفرد بتقاليده هاته ويتميز بها في الاستمرارية والاستمرارية يبقى بالحال يشكل منظومة متكاملة على مستوى الحركة على مستوى الابتباط بأهم مكون في هذا الاحتفاء اللي هو الفرس لا يجب أن ننسى ذلك وبالتالي معرفة المغاربة لهذه المنظومة بشكل متوازن بأنغامها الموسيقية برونقها بتنظيمها المحكم على مستوى الأعداد على مستوى الضوابط تجمع ما بين الضوابط العسكرية وضوابط التقاليد الراسخة في هذا المجال وبالتالي هنا تأسيس متكامل لمنظومة تطورت حتى في الزمان تطورت هذه البنية على مستوى الهيئات على مستوى المكونات على مستوى العناية أيضا وعلى مستوى أيضا المظاهر الاحتفالية أيضا فهناك احتفال آخر هناك الكاروزيل عرض فاريد من نوعها أيضا بتتقينه الحرس الملكي في مناسبات عديدة خاصة في المناسبات الوطنية ثم هناك أيضا تسيد لحضورها ضمن بنية كما قلت بنية الدولة بجميع مكوناتها وضمن بنيةها الاحتفالية خاصة التي تعبر عن هيبة الدولة رمزية الدولة كينونة الدولة واستمراريتها كما قلت في المجال التاريخي وأيضا استمرارها في وقتنا الحالي بشكل متكامل وهذه القيم التاريخية والتراثية والجمالية مهم جدا لأنه شفنا كيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كل مغربي علق فهو فخور بهذه القيم التراثية والتاريخية محمد بوراس أستاذ التاريخ المعاصر مختص في التاريخ العسكري شكرا جزيلا لك شكرا لك سيدتي شكرا شكرا لك